بسم الله الرحمن الرحيم في سياق شرحنا لأحكام الهمزة المتوسطة تذكرون أني قلت لكم إن الهمزة المتوسطة التي تأتي في وسط الكلمة إما أن ترسم بهذا الشكل على يا وإما أن ترسم بهذا الشكل على واو وإما أن ترسم على ألف وإما أن ترسم مفردة على السطر وكنا قد انتهينا من الحديث عن رسمها على يا والحديث عن رسمها على واو وهذا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن رسم الهمزة المتوسطة على ألف بهذا الشكل أذكركم بالقاعدة في الهمزة المتوسطة قلنا إنها تعتمد على قاعدة الأقوى إعطاء الحكم للأقوى وذكرنا لكم أن أقوى الحركات هي الكسرة ويليها بعد ذلك الضمة ويليها بعد ذلك الفتحة ثم إذا انتهينا من الحركات كانت العلامة الرابعة وهي السكون التي يضد الحركة أضعف العلامات الأربع وقلت لكم أنه في حال كانت الحركة الأقوى هي الكسرة فإننا نرسم الهمزة على يا وإذا كانت الضمة فإنها ترسم على واو واو وإذا كانت الفتحة فإنها ترسم على ألف نقف هنا لنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن رسم الهمزة على ألف قلت لكم سابقا إن ضبط القاعدة يعتمد على معرفة حالة الحرف المهموز وحالة الحرف الذي قبله طبعا الآن سنسقط من خياراتنا الكسرة والضمة لأنه لو وجد كسرة فسترسم على يا ولو وجد ضمة هنا أو هنا فسترسم على واو ونحن نتحدث عن رسمها على ألف فالخيارات كلما تقدمنا كلما كانت أقل لذلك الاحتمالات الممكنة الآن هنا هي الآتي أن يكون الحرف المهموز مفتوحا وما قبله مفتوح أو ساكن في هاتين الحالتين سنرسم الهمزة على ألف أو أن يكون الحرف الذي قبل الحرف المهموز مفتوح وبعده الحرف المهموز مفتوح أو ساكن هذه القسمة العقلية وحينئذ سترسم أيضا على ألف إذن نقول ترسم الهمزة على ألف إذا اجتمع الفتح مع السكون بغض النظر عن الترتيب أن يكون هذا الساكن وهذا المفتوح أو هذا الساكن وهذا المفتوح وبالأمثلة يتضح الكلام إن شاء الله لاحظوا معي كل هذه الكلمات لاحظوا معي سأ 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 سألا الحرف المهموز مفتوح والحرف الذي قبله مفتوح ومثلها تماما زأر جأر دأب تألم تأخر تأثر كل هذه الكلمات لاحظوا معي الحرف الذي قبل المهموز جاء متحركا كما ترون هنا بالفتح مفتوحا كما ترون والحرف المهموز جاء مفتوحا ولذلك رسمت الهمزة على ألف في جميع هذه الكلمات لاحظوا معي مجموعة أخرى من الكلمات وأدى وأدى متأمل متأهل التأم يتأذى نأ نأ لاحظوا معي هذه الكلمات لا جديدة فيها أيضا أتى الحرف الذي قبل الحرف المهموز مفتوحا وأتى الحرف المهموز مفتوحا ولذلك كتبنا الهمزة على ألف كما ترون في جميع هذه الكلمات ننظر إلى مجموعة أخرى يس أل يز أر ير أس مس أله من شأه منشأ منشأة 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 لأنها أتت الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوحة ولكن في بقية هذه الكلمات نجد أن الهمزة جاءت مفتوحة وما قبلها ساكن إذن جميع هذه الكلمات أتت على حالتين لا ثالثة لهما فتح مع فتح أو سكون وبعده فتح ولذلك أعطينا الحكم للفتح فكتبنا الهمزة في جميع هذه الكلمات على ألف بهذا الشكل لذلك لو سئلنا عن سبب كتابة الهمزة على ألف هنا في منشأة سنقول لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح في مسألة لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن ننظر إلى مجموعة أخرى من الأمثلة ننظر معي إلى رأس نجد الوضع انعكس عما رأيناه قبل قليل وهو أن الحرف المتقدم مفتوح والساكن لاحظ معي فأس فأر ثأر بأس فأل مأخذ مأكل مأثرة مأدبة مأرب مأمورة وعد وعد رأ ف يأمر رأي يأنف مأسا است صلا است صلا لاحظوا معي أنه في جميع هذه الكلمات أتى الحرف المتقدم أتى الحرف المتقدم مفتوحا وما بعده ساكنا كما ترون ولذلك كتبت الهمزة على ألف بهذا الشكل لأن الحكم للحركة لأنها أقوى من السكون كما رأيتم لذلك نستطيع أن نلخص قاعدة كتابة الهمزة على ألف فنقول القاعدة تقول إن أتى فتح وبعده سكون أو سكون وبعده فتح أو فتح وبعده فتح فإن الهمزة المتوسطة ترسم على ألف نلتقي في درس آخر إن شاء الله تعال